اشتركوا في القناة وقع التواصل ان الاهل يدخل في مفاوضات مع حمد الهوني للعب الليبي وصنع العاب نادي الترجي في تونس طبعا انا لا اشكك في قدرات اللعب اولا كده لعب محترم لعب كويس عنده مهارات فنية بصراحة انا شفته كمان الفترة اللي فاتت مع الترجي سواء في دوري ابطال افريقيا او حتى لما الفريق راح لعب في كاس العالم للاندية في الامارات فهو صراحة يعني مش هنقدر نكلم عن الراجل في حقه في حاجة ولكن لما النادي الاهل النهاردة يطلع يطلع طبعا انا لم اجد اي مصادر رسمية لهذا الخبر ولكن انا طلع اتكلم من مبدأ انا راجل اهلاوي وبغير عن النادي الاهل بصراحة مش من العقل انهائي مش من العقل ان انت تيجي فيه اليومين دول بالذات يعني اليومين دول وتروح متعاقد مع لعيب الشرط الجزائي في العقد بتاعه 3 مليون دولار 3 مليون دولار يعني انت بتتكلم في 45 مليون جنيه مصر بالاضافة لقيمة التعاقد نفسه فانت النهاردة تتكلم في قيمة لللاعب ده مش هتقل مش هتقل عن 60 70 مليون مين العقل اللي بقول الكلام ده يا جدعان احنا في كورونا على فكرة يا جدعان لحد دلوقتي احنا في مشكلة في ازمة اقتصادية والعالم كله لدرجة ان الفيفا نفسه بيجتمع ان هو بياخد قرارات وبياخد تدابير وبيعدل في اللوايح بتاعته عشان يقدر يتكيف سواء اندية سواء اتحادات سواء منتخبات سواء اي حاجة سواء اللاعبين انهم يدروا يتكيفوا مع الوضع الحالي بسبب الازمة الاقتصادية فالنهاردة انت لما تيجي تقول ان انت راحت تتلاقي تعاقد مع لاعب شرط الجزائي عنده 3 مليون دولار وما علش محترام ليك لو انت عايز اتعاقد مع حمد الهوني يبقى لازم فيه فلوس اتدفع من تحت الترابيزة واحنا عارفين انا من تحت الترابيزة من تحت الترابيز انا لا اقصد ان حد هيرتشي ولا حد اخد لا ان فيه حد هيخش يدعم الصفقة انما لو الاهلي خزنت الاهلي هي اللي هتعتمد على يعني الصفقة تعتمد على خزنت النادي الاهلي لا لا دي الاهلي مفهوش فلوس تكفي الكلام ده كل حتى ولو واحد اللي انت خد اخده دولة ابطال افريقيا ويراحوا كسل عالم وخده ثلاث العالم ماشي يا عم لما يتلك من ده كله 5-6 مليون دولار اراه ادفع فيه 4 مليون ولا 3 مليون دولار لعيب يا جماعة فين قطاع النشئين في النادي الاهلي وحتى لو عايز اتعاقد يعني انا بشوف كلام مدير اعمال بتاع واكيل اللاعبين ووكيل اللاعب اللي هو حمد الهوني ووكيل اللاعب اللي هو وكيله بيقول ان حمد الهوني تعرض على الاهلي قبل ما تعرض على الترجب 750 الف دولار الاهلي رفض يشتريه فنرفضه ب 750 الف دولار اراح اشتريه بعد كده ب 2 مليون دولار 3 مليون دولار شرط الجزائي غير القيمة بتاع العقل بصوا يا جماعة علشان نبقى واضحين لو في اي حد في مصر يشتري حمد الهوني هو النادي الوحيد اللي قدر ان هو دلوقتي حلين يشتريه وكله عارف من ورا الشاشة كده بيقول ايه هو مفيش الا بيرامز لازة مالك يقدر ولا الاهلي يقدر ليه لان ده عنده مشاكل وده عنده مشاكل وبالتالي فهو الفريق الوحيد او الفريق الوحيد او النادي الوحيد اللي يقدر وفعلا انا مبارح قرية كلام ان فعلا بيرامز دخل على الخط مع حمد الهوني ومع النجاز لاتنين لان الرجل ده عنده رجل استثماري او هو نادي استثماري يقدر يدفع انما تقولي الاهلي او الزمالك اقولك لا صعب الاهلي او الزمالك انا لو بنصح نادي الاهلي يا باشا روح اتفرج على اللعبة بتوع لو انت عايز تجيب لعبة من شمال افريقيا وروح اتفرج على منتخب المحليين بتاع المغرب اللي خد البطولة اخر اللي كانت البطولة بتلعب مؤخرا هتلاقي لعبين اللي انت عايزهم كلهم سواء على بستوى كل الخطوط ومش هتدفع فيهم الكلام اللي بيطلب في حمد الهوني لان حمد الهوني خلاص بقانيك بمعروف يعني انا عايز اسأل سؤال مين اللي في النادي الاهلي بيكلم الكلام ده يا جدعان هقول لك حاجة في مرة عوال الجمعة بيقول لك ان الاهلي بيحترم او مش فاكر هو الجمعة او بوتريكا كان في السودو تحليلي فبيقول ان الاهلي بيفضل المدرسة الالمانية في الادارة طب يا عام روح اتفرج على بير ميونيخ بير ميوني كلهم شباب كله شباب اعتمد على الشباب شوفوا النهاردة نادي بير ميونيخ فين ما بي يعني بيسألوا رئيس نادي بير ميونيخ بلو انت مش عارف هتشتري محمد صلاح قال لهم والله هو اللعب جيد وكل حاجة بس مش دان الهدفنا دلوقت ليه لانه مش هروح يدفع في محمد صلاح مية وعشرين ولا مية وتلاتين مليون اه دولار وهو يقدر ان هو بيقول لك ان انا اقدر اعمل فريق كامل بالمبلغ ده يا باش ابص عندك في قطاع النشئين يا باش ابص في اللعبة المصريين عايز بقى ح حاجة فعلا ارجل ولا انتم بالاخر بتدرعوا على خيبتكم في موسيماني يعني انا عايز اسأل سؤال هل موسيماني الراجل بيطلب فعلا لعيبة حق ان يطلب لعيبة ولكن على قدر استطاعات النادي لكن انا اروح دلوقتي حمد الهوني اجيب حمد الهوني عشان ارض الجماهير زي ما جبنا صفقة حسين الشحات وزي ما جبنا صفقة كهرباء وكلها صفقات شربة زي ما جبنا صفقة اولتر بوليا انا مش شايف ان الاهل دلوقتي غير محتاج انه هداف لان الاهل بيوصل لجول سواء ا اهل او زمالك او اي اي عفريد هو مش محتاجة الا مهاجم طب ما انت لما معك تلاتة مليون دولار وبتدفع لحمد الهوني كنت اشتريتها مصطفى محمد هتقولي الاهل الزمالة مش شاردة يا باشا كنت هتعرف تشتريه ازاي وليك طريقتها زي ما جبت كهرباء هتجيب مصطفى محمد يبقى اولى مصطفى محمد انها اشتريت تلاتة مليون دولار انما بصراحة فيه كلام بيتقالي اليومين اللي فاتوا بيدايق الواحد وانا اللي شايفه بصراحة وبامان او بصدقه ورجل اهلاوي يا جماعة الترشيد الفترة اللي جاية فترة اقتصادية صعبة على كل الاندية وعلى كل الصناعات مش شرية ده بس فلازم من انا بشوف دنيتي ده الترجه هيبوس رجليك وتاخده لو انت هتدفع المبلغ ده هيبوس رجليك وتاخده انت اخرك في اي لعبة تتعقد معا من برا هم مليون دولار واقف كده لحلوح واقف ومن تدفعوش كمان كمان يعني يدفع على دفعاء هتقول لي يا عم انت منصب نفسك مدير التاسوع وانت بتفع محسن من الناس مش مف صفقة حسين الشحات استفادنا احنا اي من حسين الشحات يعني انا مش شايف ان حسين الشحات صفقة كبيرة بالنسبة المبلغ لتدفع في حسين الشحات عملنا يبكى هربا يا جا وقال احنا ماشينا على هوا الجمهورات وحمد الهوني نجيب حبد الهوني لو في حد هيبقى مداعم للصفقة انا معاك فيش مشكلة يعني فلوس برا نادي لكن من جوه النادي لا يا باشر لا يا باشر لا اهلي ولا زمالك برامس لان برامس عنده راجل يقدر ان هو يشيل راجل الشمسي معاه فلوس يقدر يدفع انما ان كان الاول اي او الزمالك لا ما ازدنش وانا بناشد وزارة الرياضة وبنشر اي حد يا جماعة لازم يكون في ضوابط للصفقات اللي بتحصل في الاندية الفترة اللي جاية ال40 مليون وال50 مليون وال30 مليون وال40 مليون ده كلام أحلام يا جماعة مفيش لعيف في مصر اسوى 40 مليون ومفيش لعيف في مصر اسوى 50 مليون ده كلها يعني معالش برضي يعني فبصراحة نطلقى تتكلم لأن الكلمة ده كلهم محشرون في ظهوري يعني بصراحة يعني أندية العالم كلها موقفة تعاقدات دلوقت شايفين إحنا ليفربول بيعانف على مستوى الدفاع وليفربول عنده مشاكل قد كده وهو ما هو ليفربول صاحبه ملياردير أمريكي راح جاب كباك كباك ده لعيب يعني على مستوى عارة شارد دفعين كان فيه كم مليون وما ما سابتش حاله وحالته زي الزفت ومحتاج ومحتاج دفاع الفربول فظل الإصابات اللي موجودة عنه وما تعاقدش مع لعيب النهاردة ميسي مش عارف يمشي مفيش حد أقدم عرض جد له فنيجي احنا النظر الحمد للهون ب3 مليون دولار شارد الجزاء لا حرام بصراحة فأتمنى أتمنى إن شاء الله يعني ربنا يوفى الأهلي في لعيبة تستاهل إن هي تلبس فليت النادي الأهلي أول حاجة ومش كل حاجة الاسم أهم حاجة إن يكون فيه نظرة فنية للعيب اللي هيجي الأهلي بغض النظر عن اسمه بغض النظر عن لونه بغض النظر عن جنسيته ولكن أهم حاجة كل عيب فعلا هيضيف للنادي الأهلي إضافك شكرا لكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة تفعل زر التنبيهات الكل وتتعمل فيديو بلايك وشير أنا محمود المصر أشوفكم فيديوات جدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته